أطلق الصاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم مشروع جميرة بمبادرة من بران دبي الذراع الابداعي للمكتب العالمي لحكومة دبي ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبالدية دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري ومجلس دبي الرياضي متضمنا العديد من المبادرات والأنشطة للاحتفاء بشارع جميرة لارتباط هذا الجزء من الإمارة بتاريخها ولكونه شاهدا على تطور دبي وجسرا يربط ماضيها بحاضرها كما اعتمد صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم في مقر المكتب العالمي لحكومة دبي شعار مشروع جميرة المتميز بلونه الأزرق والذي سيكون السمة الجامعة بين مختلف مبادراته وأنشطته وجاء تصميمه ليعبر عن مضمون المشروع وكل عناصره ويعكس طبيعة شارع جميرة التي تميزها الحركة والحيوية في كافة لوقاته واستمع سموه لشرح مفصل حول أهداف المشروع المتكامل الرامي لتحويل منطقة جميرة إلى وجهة ثقافية ونقطة جذب للمبدعين الإماراتيين والعرب والأجانب من كافة أنحاء العالم وتأكيد مكانة هذه المنطقة الحيوية التي تمثل نقطة جذب سياحي مركزية في دبي سواء للزوار من داخل الدولة أو من خارجها وتعرف سموه على مكونات المشروع المتنوعة التي ستشمل تنفيذ مجموعة من العمل الإبداعية سيتم توزيعه على امتداد الشارع جميرة بدءا من القناة المائية ووصولا إلى برج العرب ومدينة جميرة وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن تقديره لأهداف المشروع مثمنا سموه الفكرة الخلاق وأسلوب العمل المبدع الذي يجمع بين الجهات الحكومية في دبي ويعزز قدرتها على تقديم مبادرات نوعية تواكب التقدم المستمر للمدينة وتدفعه إلى الأمام قال سموه أسلوب العمل المتطور والرؤية الطموحة والأهداف الواضحة هو السبيل لتجاوز التقليد إلى الإبداع وتحويل الأفكار إلى إنجازات لقد أتهشت الإمارات العالم بمسيرة تنموية وضعت سعادة الفرد والمجتمع في مقدمة أولويتها وهدفنا مواصلة تأكيد فرصنا في العبور إلى المستقبل بامتلاك المقاومات التي تعيننا على الفوز بموقع الصدارة بتبني فكر يوظف الإبداع جسرا لبلوغ أرقى درجات التمييز ضمن كافة المجالات وأضاف سموه نريد الإبداع حاضرا في كل مبادراتنا ومشاريعنا وتشجيعنا للأفكار المتميزة لا حدود له هدفنا أن نجعل دبي متحفا يطالع فيه العالم ملامح سباقها مع الزمن في مضمار التنمية فالإمارات ستظل نموذجا لتطويره الهادف لسعادة المجتمع وقدوة في تحفيز الفكر غير التقليدي بين أفراده وإتاحة المجال أمام كل طاقة خلاقة تسهم في تعزيز مسيرتنا نحو المستقبل حضر إطلاق المشروع سعادة مونة غانم المري المدير العام للمكتب العلامي لحكومة دبي وسعادة مطر حميد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات وسعادة المهندس داود عبد الرحمن الهاجري المدير العام لبلدية دبي وسعادة أهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وسعادة سعيد حاربلة من العام لمجلس دبي الرياضية شكرا شكرا